الاختلافات بين مجسمة الشيعة ترجع للاختلاف في هيئة الصورة أو الماهية لا يختصر الأمر على رواية القمية بل يوجد الكثير من الروايات التي تثبت اعتناق الشيعة مذهب التوحيد الأسطوري جسم صورة له طول وعرث وعمق سبعة أشبار بشبر نفسه صورة إنسان شاب أمرد جعد قطط شاب موفق في سن ثلاثين سنة رجلاه في خضرة من لحم ودم وحظم ضياء نور صمد أجوف نصف أجوف سواء العوام وأصحاب الآئمة أولا قال سهل كتبت إلى أبي محمد العسكري عليه السلام سنة خمس وخمسين ومائتين للهجرة قد اختلف أصحابنا في التوحيد منهم من يقول هو جسم ومنهم من يقول هو صورة فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه ثانياً قال إبراهيم الهمذاني كتبت إلى أبي الحسن الهادي عليه السلام إن من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد فمنهم من يقول جسم ومنهم من يقول صورة ثالثاً قال يعقوب السراج قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن بعض أصحابنا يزعم إن لله صورة مثل صورة الإنسان وقال آخر إنه في صورة أمرد جعد قطط رابعاً قال محمد وإبراهيم الخزاز دخلنا على أبي الحسن الرضا عليه السلام فحكينا له أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه في صورة الشاب الموفق في سن أبناء ثلاثين سنة رجله في خضرة وقلنا إن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثمي يقولون إنه أجوفه إلى السر والباقي صمد المهندس الصرخي الحسنية ترجمة نانسي قنقر